اشتركوا في القناة هو دعم جمعية الحق في اللعب في أحد مشاريعها الهادفة لمساعدة الأطفال في المناطق الأكثر حرمانا في العالم أما ألية جمع المال فكانت عبر بيع إيفون وفالنتين للكرات الحمراء التي تحمل اسم الجمعية مؤسسة الحق في اللعب هي مؤسسة عالمية عندها نشاطات رياضة وألعاب تستخدمون لتحسين الصحة وبناء مهارات حياتية أفضل المكتب الأكليمي بلش في 2007 وعنما كتب الأردن دبي فلسين ولبنان مناهج تربوي تدخل نفس اجتماعي بشكل شامل وتراعي كل نواحي الحياة عند الطفل من الفكرية للجسدية الروحية العلاقات داخل المجتمع وطبعا البيئة اللي بنعيش فيها ولم يكن بيع الكرات العمل الوحيد للثناء الهولندي في طريقه إلى لبنان لأنهما عمدا إلى شرح أهداف جميع الحق في اللعب في كل محطة من رحلتهما سيضع فالنتين خبرته في تنظيم الأحداث الرياضية في متناول مشاريع الجمعية مركزا على كيفية تعزيز روح الفريق أما إيفون فستعمل على كتابة بعض التقارير الصحافية عن تلك المهمة الشاقة التي علمتهما الكثير في جبال الألب وإيطاليا وتونس وليبيا ومصر والأردن وسوريا وصولا إلى لبنان بدأت رحلتنا منذ خمسة أشهر في أوروبا وقد واجهنا بعض المتاعب في البداية بسبب سوء التقص وخصوصا عندما عبرنا جبال الألب لكنها كانت تجربة مميزة بعد وصولنا إلى تونس بدأنا نشعر بدفء الشمس ثم كانت سعادتنا أكبر مع لقائنا بالناس فتعلمنا عادات وثقافات مختلفة أنا سعيدة جدا لأنني اكتشفت نفسي والعالم في آن معا سنعمل هنا لمدة شهر مع جمعية الحق في اللعب حيث سيكون التركيز على مسألة تنظيم النشاطات الرياضية الخاصة بالأطفال شخصيا سأضع كامل خبرة في هذا المجال آملا أن أقدم إضافة لعمل الجمعية في لبنان هذا البلد الذي يملك عنه البعض في أوروبا أفكارا غير واقعية كما هي الحال عن الشرق الأوسط بشكل عام لكن ما لمسته أن هذا الجزء من العالم رائع فعلا بسكانه المديافين وأماكنه الخلابة سأنصح الجميع بالكدوم إلى هنا انتهت رحلة إيفون وفالنتين من البلاد المخفضة إلى بلاد الأرز لكن رحلة جمعية الحق في اللعب في مجال التنمية والنهوض بالمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والفقر لا تزال في بدايتها والتركيز سيكون دائما على إفريقيا والشرق الأوسط شرب الكريم الحرة بيروت